أزمة معيشية يعاني منها سكان مدينة تعز المحاصرة طالت كل مناح الحياة هذه المرة طالت أسعار الدواجن المرتفعة أصلا فخلال الأسبوع الماضي توقف توريد الدواجن للمدينة المحاصرة من أريافها المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بدت الأزمة مفتعلة وفق كثيرين لفرض تسعيرة جديدة وهو ما حدث إذ تم تموين المدينة بالدواجن بأسعار جديدة بلغت الزيادة فيها نحو 30% من التربة بالنجمة بالصافية في مزارع بس معك هناك مستهلكين للدجاج ما يوصل إلى تعز إلا الغالي أي حاجة غالية يوصل إلى تعز بل عبن وكل في مستهلكين للدجاج يعني يوصل إلى تعز البواقين والغاليات لأنه فارغ العملة اللي اشتري رقب ألف قديم كم ترجع ثلاثة ألف ريال ومعك مواصلات معك لقاط معك بوابير وسط السوق المركزي في المدينة كثير من المواطنين لم يعد بمقدورهم شراء الدواجن واقتصر حضورهم بها على سماع أصواتها تتمتع محافظة تعز من مناخ مؤاتي لتربية الدواجن حيث تتواجد فيها آلاف المزارع ومع ذلك تعاني المدينة من ارتفاع أسعارها واستغلال الموردين والباعة يحدث هذا وسط غياب دور السلطة المحلية في إلزام التجار بتموين المدينة بالدواجن وبأسعار تتوافق والقدرة الشرائية للمواطن عبدالعززز بحان يامان شراء تعز اشتركوا في القناة